السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشهد أن لا محمد لو رسول الله 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 الله لا محمد لو رسول الله أشهد أن لا محمد لو رسول الله الله أراد شكوره وأشهد أن لا إله إلا الله وحنه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون اعتبروا بما في هذه الهياة من العبر والمواعف وتذكروا بأن هذا الشهر المبارك أعني شهر ذي الهجة هو شهر الأخير من السنة الهجرية فالسنة على وشك الانتهاء ولا تعود إلينا أبدا بل تحسب إلينا فلتحسب إما لك أو عليك أيها الإنسان لذا أمر الله المسلمين بالاتعاذ والاعتبار فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار وأمر الله المؤمنين أيضا باقتنام الفرس بفعل الطاعات كي لا تدركهم كي لا تدركهم الندم فقال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أيها المسلمون ها نحن نشاهد نهاية هذه سنة فعلينا أن نشتر الله على نعمة الحياة والصحة والإيمان فالإنسان ما دام على قيد الحياة فله فرسة إصلاح أعماله بكثرة توبة والإستغفار على تفريطه قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل ابن آدم خطاء وخير القطائين التوابون والهياة أيها المسلم فرصة ذهبية لاستدراك ما فات من القيرات والندم على ما صدر منك من الذلات والندم على ما صدر منك من الذلات قبل حلول العذاب قال تعالى وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تسرون وتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرت في جمع الله وإن كنت لمن الساخرين أيها المسلمون يجب علينا أن نخبر أنفسنا ونسأل أنفسنا حتى نتأكد مدى قيامنا بالطاعات واتنا بالمعاصي في هذه السنة التي على وشك الانتهاء كي نستعد لإدراك ما فاتنا في السنة القادمة ألينا أن نحاسب أنفسنا فيما يتعلق بمواسم الطاعات والخيرات التي مرت في السنة ونهن على أتم صحة وعافية فهل استقدمناها فهل استقدمنا الفرصة التي أتاها الله لنا في الكيام بما عمرنا به من الفرائض وهل استفدنا منها استفادة تامة أم تكاسلنا وتساكلنا فيها عن طاعات فمن هذه المواسم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هل سابقت غيرك فيه إلى القيرات التي عد الله لعباده الصائمين القائمين المنفقين المعتكفين وما مدى جهد الذي بذلت في العشر الأخير من رمضان وماذا قدمت وماذا قمت به من العمال فلبا لليلة القدر الذي هو خير من ألف شهر وهل سمت الآشورة والتاسوة وغيرها من التطوع وما مدى جهدك في أفضل أيام الدنيا أعني الأيام العشر منذ الحجة وهل سمت يوم عرفة وتبتع إلى الله واستغفرت وقدمت فيه من القيرات وهل قمت بأفضل الآمال في يوم النهر وهل امتفلت وطبقت ما أمرك الله به من الإكثار من ذكره في أيام التشريق بقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات وقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنام وما مدى جهدك في ليالي السنة وهل قمت الليالي وبالأخف في سلسه الأخير امتفالا لقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون أيها المسلم اسأل نفسك أيضا كم مسكينا ويتيما أطعمت وكم مرة تخلفت عن صلاة الجماعة والجمعة بغير عذر شرعي وإن كنت لم تتخلف ففي أي ساعة من الساعة يوم الجمعة من ساعة يوم الجمعة كنت تأتي المسجد تأتي إلى المسجد وماذا كنت تتكرب به إلى الله أسبوعيا دوال سنة بدنة أو بيوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راها فكأنما قرب بدنة ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرا ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومراها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام خضرت الملائكة يستمعون الذكر ومن جانب الآخر أيها المسلمون وما مدى اجتنابك من المحرمات والمعاصي في هذه السنة وكم من مال الحرام تركت خوفا من الله تعالى ونظر إلى الحرام صربت عنه عيناك وفاهشة اجنبت وهل كفبت يداك عن ظلم إباد الله أيها المسلم إن كنت أخذت خيرا كثيرا في السنة فاحمد الله الذي وفقك على ذلك واسأله الثبات على الخير إلى أن يأتيك اليقين وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وإن كنت قد تكاسلت وارتكبت المعاصي فتب إلى الله وستغفره حتى تدقل السنة الجديدة وأنك مستعد لإصلاح عمالك بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم